بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام السلام عليكم عميراتي بشراكم تمنى أراكم كامل بخير وعلى خير أنا الحمد لله يعني بفضل الله وبفضل دعوتكم يعني اللي كانت على المرارات جازت على خير اللهم لك الحمد يا ربي يعني حبيت اليوم نجيت نشكركم أولا قبل كل شي قبل ما نهضر يعني في تجربتي مع الأوبيراسيون اللي كانت يعني أول أوبيراسيون نديرها نشكركم واحدة واحدة نقولكم ربي يحفظكم ويعطيكم وشراهمت مني قلبكم يا ربي العالمين يسقس عليكم الخير والهناء وربي ما يحرمني منكم ومن طلتكم ومن كلامكم الطيب يعني فريمان والله العظيم غير فرحت بزاف اللي عندي ناس تحبني فريمان والله العظيم غير حتى يعني عينية يعني كي نقرأ هدوك تعاليق وتسقسي وتعاودو كي ساسوا في اليوتيوب ولا في يعني في الواتساب في الميسنجر يعني في الانستغرام كامل كامل يعني والله غير تسقسي وتعاودو أربي يحفظكم يعني كامل شما ننزح حتى وحدة نقول لكم كامل ربي يخليكم لي وما يحرمني منكم ويعطيكم وشراهمت مني قلبكم صدقوني يعني والله العظيم لمحبتكم كنز كنز يعني فريمان اللهم لك الحمد يعني لي ربي حتكم في طريقي وكي ما قال حب في خلقو اللهم لك الحمد يربي لي على معنات هناك شحان نحبكم ودعيت لكم يعني على طاولة العمليات والله غير دعيت لكم لي يعني وصتني ولي ما وصتني شكامل ادعيت لكم العمليات اللي كانت ل 30 ديسمبر 2021 كانت لخميس يعني لي فات كانت يعني نهار تقدروا تكونوا تقدروا تقولوا عفوا نهار يعني مميز كان صدقوني شوفوا انا انسانة خوافة بش ما اقول لكم بش ما صبارة وي عندي يعني كمام يعني نخاف كما كي اي واحد كي اي انسان يعني كما قولوا ما يحسب الجمعة غير اللي عفس عليها ما بصح هاد الخطرة والله غر صدقوني ما كنتش خايفة سبحان الله يعني درت له كوغاج يعني شوفوا اولا ما نكدبش عليكم كوغاج يعني درتو بخسك سوفريت عام ونص وانا نسوفري يعني يعني بسطر وكامل غير ما نبينش وما نحبش نهدر وما نحبش نشكي بزاف ما جانيش سطر يعني فريمون لي كخيز كبار ما كان عندي سطر وما كنتش نقدر ناكل كل شو واكو تعارفو يعني ما كان لها نكتر عليكم الهدراء دونك على باكم يعني حبيت نديرها باش نتهننا هذا اللي عطاني له كوغاج وثانيك على وليداتي باش هكذا ما نخلحهم شو كامل يعني استجمعت كامل قدروا تقولوا القيوي كما قال باش ولادي ما يحسوا بحت حاجة ويعني درك لهم ديك حسستهم يعني باللي ما كينوالوا وانشالله راح نجوزها كومسي راح زعماء راح ننكوش مو يعني نورمال كاللي راح نولدون ولي والله هقدك دخلت هالون في رسهم يعني الحمد لله يا ربي اعطاني ربي القوة رحت هدك النهار عادي ما خفت الحمد لله والله غر صدقوني تاني مو ما كونش خايفة تانيك انها اللي ربع يعني قرقت نورمال في الليل نوت صباح صليت يعني صلاتي عادي صليت صلاتي الفجر ودعيت ربي بيانسور باش يقويني ويعطيني القوة ودجوز تاني عملتي تكون النورمال تكون عادي بسكو انا كوم عندي القواتخ ما لقرية الحمد لله يعني ملكون ما كانش مريق لي قدروا يديرو لي سي بوصاح شغل حالة تعي شوية يعني هذيك اللي تخوف كما قولو تقدو تقولو هذيك الحالة لي خوفت العائلة تعي سختو كانوا خايفين وكان باين على وجههم متقدوش تصورو هذيك يعني الاحساس هذك شحال صعيب مي الحمد لله قل لكم رحت نط صباح عادي يعني صليت صلاتي بعد وجه تروحي رحت نورمال يعني لوسي يربي حفظو اللي كان يعني جاو صلي مع ملابيتي مسكين يعني طريق كامل هو يقول لي ما تخافي شة وقتلو اللا مااني خايفة يعني لنحييهم لنا لوسي محمد ربي يحفظو شالله الائلة تعو ويفرحو شالله بوليداتو فالا طريق كامل هو يقول لي ما تخافي شو قد covet هقد دا هقد دا فالا بس كوتان يكان اوبيغى قطلو اللا مااني خايفة قطلو ما تخافش ما ما تخرفش قطلو بس كي الصح ماانيش خايفة يعني غام هتتواسيش فتعيش روحك بزاف وكامل قعد غير مسكن فالاو يديرولك هكذا وما كينوالو بان انا دارولي حلونيستيزي جنرال تانيك هدي من تانيك من الحاجة اللي تخوف تاني في الامبراسيون دو كالعائلة تاعي يعني سبوش كانوا يحكيوا لي هذوك لحاضات الانتدار وكانوا يسنوني نفطن وكامل خافوا علي بزاف مساكن كيما قلت لكم ومبعداتي كنعمال يعني دخلت وعادي دارولي عذاك لتست على الكوفيد وكامل الحمد لله يعني خرج عفوان نيغاتيف ومبعدها حضروني للعملية هادي يعني شوفوا جيت نحكي لكم يعني احساسي كيفاش كنت نحس هذي كل لحاضات كيفاش جوستهم الحمد لله كنت مرتاحة نفسيا ما كنتش خايفة والله ما كنت خايفة يعني على بالي بالي كان عندي يقين وكان عندي ايمان يعني قويت ايماني وكنت على بالي بالي يراني فيه دين ربي سبحانه عز واجل يعني مشي المرض اللي راح يقتلوا ولا اللي راح يقتلوا ولا اللي راح يقتلوا ولا المهم يعني يعني اطعوني هذك اللباس تعال غرفة العمليات يعني يعني كان لباس خاص بليبوت هادوك وكامل كي لبستهم اه حسيت هكذا احساس شوية يعني عباكم تفكرت ولادي تفكرت هادوك اللحظة اللي لبستو يعني ودجت روحي وداروا لي هادوك الوسمو فيدي باش وني دولي هادوك بخفيزيون كامل لي شوية يعني تقريبا يعني كيت فكرت ولادي سيختو الصغار جاتني هكذا دموع مي والله مبكيت يعني الحمدولله شديد هكا كو شديد روحي يعني كنت نعطي الكوغاج اللي عمري نو قلت حورية نو ما تبكيش كلمتوا يعني الصبري زيدي الصبري ما باسك يعني يا صراحة صراحة هادوك من الناس اللي عندهم هادوك اللي لغم توجو اوزيو مي هادو الخطر والله مبكيت الحمدولله قلت لكم كان عندي يعني طلعت الموغال تاعي يعني ما كوتش خايفة الحمدولله وبعد نوغمان يعني كي لبست هذك اللباس وقعدا ما عقدا نستغفر وندعي الدعاء اللي كنت نقوله تانيك مليح بزاف اذا مردته فهو يشفين اذا مردته فهو يشفين قعدا غير نردد فيه بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السامي والعليم قعدا نعاود نعاود فيها وتانيك اللهم اني وكلتك امري فأنت خير وكيل فدبر لي امري فانا لا احسن التدبير صدقوني هذ الدعاء انا نسميه دعاء المعجزة يعني في كامل اموري ديفوه ما عاش نصير اموري ولا يعني ندعي لربي بهذا الدعاء وربي والله غير صدقوني تعرفوا معجزة يعني يدلي اسباب لي خليني نعاود يعني نسلك من هذك الحالة اللي كنت حنمر بيها ولا حاجة مراهيش يعني ماشي خير لي في دنيتي ولا دايما ربي يفتح لي البيبان والبيين للطريق اللهم لك الحمد ومع ذاتي كديروا لي هذيك الانستيزي دعيت لكم كامل صدقوني يعني دعيت سبقت فلافا متاعي بيانسير ومي بخوش ومع ذاته دعيت لكم كامل كامل ان شاء الله ربي يتقبل مني دعيت لكم وحدة ودعيت لكم كامل حتى ولي ما قلتوليش دعيلي والله غير دعيت لكم يعني كامل اللي يعرفوا دعيت لكم بالخير ان شاء الله في دهر الغيب ربي يتقبل مني ومنكم ان شاء الله الحمد لله مرت العملية بسلام يعني كيف طنت كيما قلت لكم كيف طنت من الانستيزي يعني من البنج هذك كان عندي شي اصطار وبعد عباكم عدوا وكامل يعني الحمد لله سعب عا حبس لي اصطار وش حلو عرا هذيك الانستيزي يا البنات ش حلو عرا عباكم يعني سيختوا ديك كيما تنوضوا هذيك اول مرة وعرا بساف يعني عباكم تخوفوا وانا ننغم يعني ما جيت نشوف رحي وقفت على الرجلية والله ما ساهل يعني فغي ما والله ما ساهل كامل كامل اللي مجربين اراهم على بالهم ظالا هذه هي واش رحا نقول لكم تانيك قلكم برك للفول وكوراج ويعني ربي بعد عليكم ما نتمنى هاش يعني اي وحدة يعني تيوف هذك البلوك والله ما وساهل يعني اسمها غرفة الانعاش يعني على بركم الانسان على بالي صح عنده ياقين باللي المرض دائما ماشي هو ليقتل يعني الاجل هو ليقتل لازم نديروا الكوراج ظالا اللي عندها عملية لازم نديرها ولا بعتشر عليكم اي حاجة هكذا كما قال يعني ربي يبتلكم بيها ولا حتى يعني المرض راه يبتلكم بي ينسوغوا زكاة النفس مو قلكوا ما تخافيش يعني تكلي على ربي وديري ربي ونبي في قلبك دائما والدعاء وهذه هي احنا دائما رانا فيه دي نربي يحب في الدنيا هذي كامل ماشي غير يعني في البلوك برك هذا مكان ربي يراه خير وحافظ ربي يبعد لكم البلاء وقلكم ما بقى لي غنقول لكم وشح نقول لكم قلكم تهالله وفي روحكم وفي صحيحكم كما دائما نقول لها لكم ويعني الدنيا هذي والله غير فغيمة الدنيا هذي والو والو المرض هو اقصر رسالة تقدروا تقولوا تقولوا تقول الانسان كم انت ضعيف هذي هي والله احنا ما فينا والو اي حاجة يعني تجينا ولا تهلكناها مالغري كيمزاف اللي يقولوا لي بوع انا دبت لسيليو اللي هي جراحة بالمندار اكتبوا غير في اليوتيوب البنات اللي تحب تشوف الجراحة كفاش تكون اكتبوا جراحة المرارة بالمندار احشوف كفاش تكون يعني مالغري صح بلك ماشي كما زمان بلاسيليو تكون سهلة يعني لحوال مندار جي سهلة على الو براسيون ولا العملية الكلاسيكية العادية مي كومام العملية كامل فيهم غيسك ويقدر بعيد الشهر يعني تكون دي كومبليكاسيون ولا يعني دايما ما استهيني وش يعني مالغري صح عملية ميش صعبة كما زمان وكامل مي الحمد لله يعني مرت يعني على خير وكامل فغيموا يعني على سب العائلتي عيش كانوا يحكيوا لي قالوا لي والله غير بزاف مساكن خافوا عليها يعني سوختوا هكذا كان يسنوا فيها نفطان وكامل بعيد شر على بلكم العقل غريبقى يدي ويجيب وبعيد شركم اتفطان شلو كان هادي لكان هادي المهم الحمد لله فوتها على خير وهادي هي وش حنقولكم ونقولكم متهى الله في روحكم وإلى فيديو آخر ان شاء الله يعني نزيد نريح شوية ونرجع لكم ان شاء الله بقوة بإذن العرب يقدرني هذا مكان قلكم نحبكم ونموت عليكم اتهى الله في روحكم في صحيحتكم إلى فيديو آخر سلام وفي أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة